اهلا بكم ومع درس جديد من دروس اللغة العربية لو اول مرة تشوف الفيديو ياريت لايك وكمنت وسبسكرايب للقناة وانفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد درسنا النهاردة عن ظرف المكان ايه هو ظرف المكان؟ ظرف المكان اسم منصوب بيدل على المكان اللي حدث فيه الفعل زي كلمة فوق، تحت، خلف، وراء، امام، داخل، خارج، جانب بين، جوار، شمال، جنوب، شرق، غرب نلاحظ ان الكلمات اللي انا قلتها دي بتدل على المكان اللي حدث فيه الفعل نشوف مع بعض الامثلة القمر بين السحاب وهنا عايز يعرفني المكان اللي موجود فيه القمر القمر بيبقى موجود بين بين دي هي ظرف المكان الجنود خلف القائد مكان الجنود هنا وقفين فين؟ خلف برافو عليكم يبقى خلف دي هي ظرف المكان المعلم امام التلاميذ مكان المعلم فين من التلاميذ؟ امام برافو عليكم امام دي ظرف مكان القرد فوق الشجرة مكان القرد فين؟ فوق القطة تحت الكرسي مكان القطة موجودة فين؟ تحت الكرسي يبقى كلمة تحت دي هي ظرف المكان الكتاب داخل الحقيبة الكتاب مكانه فين أو موجود فين داخل كلمة داخل دي هي ظرف المكان تعالوا مع بعض نشوف القطة بتختبئ فين ونكون جمل فيها ظرف المكان اللي احنا خدناه اول صورة عندي القطة فوق الصندوق تاني صورة القطة تحت الصندوق الصورة الثالثة القطة خلف الصندوق الصورة الرابعة والاخيرة القطة أمام الصندوق انا عارفة ان انتوا شاطرين وفهمتوا الدرس كويس يلا بقى نحل التدريبات دي مع بعض النظارة نقط الكتاب النظارة هنا مكانها فين نبص كده في الكتاب والنظارة فوق الكتاب برافو عليكم الاختيار التاني نشوف الجملة التانية القلم نقط الكتاب القلم هنا مكانه فين هل أمام الكتاب ولا تحت الكتاب ولا فوق الكتاب سمع الناس بتقول الإجابة الصح برافو عليكم القلم تحت الكتاب نشوف الجملة اللي بعد كده جلست ريم نقط البحر جلست ريم تحت البحر ولا خلف البحر ولا أمام البحر شاطرين أمام البحر يبقى الإجابة الصحيحة كلمة أمام نشوف الجملة اللي بعد كده جلست سارة نقط المظلة بصوا كده للصورة كويس سارة جلست فين تحت المظلة ولا أمام المظلة ولا فوق المظلة أكيد طبعا تحت المظلة نشوف الصورة اللي بعد كده التفاحة نقط الشجرة التفاحة هنا موجودة فين أمام الشجرة ولا خلف الشجرة ولا فوق الشجرة سمع ناس بتقول الإجابة الصحيحة فوق الشجرة تعالوا مع بعض نشوف هنا الكرة مكانها فين أسفل ولا تحت ولا خارج ولا بجانب ولا داخل ولا فوق الصندوق نركز كده ونشوف الكرة مكانها فين داخل الصندوق أتمنى تكونوا استفدتم من الدرس والدرس كان سهل وبسيط وياريت نراجع دايما ونحل أسئلة والنحو سهل جدا مش صعب خالص ياريت لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة وإن شاء الله أشوفكم في لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته